بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحب بكم طلاب الأعزاء وطالبات العزيزات في مادتنا المهارات الرقمية للصف الرابع للمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول ماذا تعلمنا في الدرس السابق؟ تعلمنا كيف نقوم بتطبيق محاذاة النص وأيضاً رأينا كيف نقوم بتطبيق الحدود والتضليل على النص طيب طبعاً لا بد أي عملية تحديد أو عفواً لا أي عملية تنسيقية أو تحريرية أو تعديلية على النص لا بد أن يسبقها عملية التحديد فماذا نحتاج لتحديد النص؟ أحسنتم نحتاج إلى استخدام الفأرة أو استخدام لوحة المفاتيح لتحديد النص رأينا الفأرة يتم بعملية سحب الماوس بالضغط على الزر الفأرة الأيسر ثم نقوم بتحريك الماوس بطريقة السحب ثم نترك الزر الفأرة إذا انتهينا من عملية التحديد بينما لوحة المفاتيح نقوم باستخدام مفتاح الشفت مع استخدام مفاتيح الأسهم لتحريك التحديد طيب ما هو أو ماذا نحتاج أولا قبل محاذات النص؟ رأينا نحتاج إلى تحديد النص حتى نقوم بتطبيق أي عملية تنسيقية أو تعديلية أو تحريرية على النص لا بد أن يقوم بتحديده طيب لماذا نستخدم محاذات النص؟ أحسنتم أحيانا نجعل المحاذة حتى نجعل النص يبدو أفضل وأكثر جاذبية وأكثر انتباه حتى ينتبه أكثر القارئ للنص فنقوم باستخدام الالاينمنت أو المحاذات النص ونقوم بتطبيقه على النص محاذات النص كيف يمكن ذلك؟ أو كيف نقوم بعمل تطبيق محاذات النص على النص؟ من خلال الذهاب إلى علامة التبويب للشريط الرئيسي أو الهوم نذهب إلى مجموعة الفقرة أو البراغراف ثم نجد الضبط أو المحاذات موجودة في هذه المجموعة طيب كم خيارات ضبط محاذات النص؟ أو الالاينمنت؟ كم خيار لدينا؟ أحسنتم لدينا أربعة خيارات أساسية موجودة وهي تعتبر مختلفة لمحاذات النص موجودة في الشريط الرئيسي أو الهوم ثم من مجموعة الفقرة نجد هنا لدينا الالاينمنت أو المحاذاء الخاصة بالنص طبعاً نستطيع إذا ضغطنا على السهم الموجود بقربة هذه المنطقة إذا قمنا بفتع الضغط على هذا السهم سيعرض لنا نافذة توجد بها أيضاً تطبيقات خاصة بالالاينمنت أخرى نستطيع استخدامها متى ما أردنا على حسب احتياجنا طبعاً الالاينمنت أو المحاذات الأساسية هي أربعة أول محاذة خاصة بجهة اليمين أو محاذة إلى اليمين أو الرايت ممكن نقوم بالضغط على مفتاح الكنترول والأر حتى نقوم بتطبيق محاذات اليمين المحاذة الثانية أحسنتم توسيط النص أو جعل النص في الوسط ممكن أيضاً نقوم بتطبيقه بالضغط على مفتاح الكنترول والأي والمحاذة الثالثة أحسنتم محاذات إلى اليسار إذا أردنا كتابة باللغة الإنجليزية نقوم بالضغط على هذه المحاذة أو حسب احتياجنا إذا كانت رسالة أو عنوان وأيضاً نستطيع تطبيقها بالضغط على كنترول وحرف الال أو مفتاح الال وأخيراً لدينا الضبط أو الجستفاي الالايمنت وهي عبارة عن وضع السطر الأول إلى السطر الأخير بنفس المحاذات أو نقوم بالضغط على مفتاح الكنترول مع مفتاح الجي طيب لماذا نستخدم الحدود والتضليل عادة؟ أحسنتم نستخدم الحدود والتضليل حتى تجعل النص يبدو أفضل وأسهل للقراءة وأكثر انتباه وأكثر جاذبية وإذا أردنا أن نقوم بالتركيز على نقاط معينة أو جزاء معينة نقوم باستخدام الحدود والتضليل طيب كيف نقوم بإضافة تضليل الفقرة؟ من شريط أحسنتم من الشريط الرئيسي أو الهوم بالضغط على مجموعة الفقرة يوجد زر خاص بالفل أو يوجد على شكل دلو وهو خاص بالفل هو خاص بالتضليل للفقرة فممكن نختار أي لون نريد اختياره بالضغط على هذا الأيقونة تعرض لنا مجموعة من الألوان فنقوم بعمل تضليل باللون الذي قمنا باختياره أو تعبئة لللون كيف نقوم طيب بإضافة الحدود؟ أحسنتم من نفس المجموعة الخاصة بالشريط الرئيسي في الفقرة أو في البراغراف يوجد زر حدود أو بوردر بوردر عفوا نقوم باستخدام هذه الحدود ونقوم بتطبيقها على النص الذي قمنا بتحديده مسبقا ما هي أنواع الحدود؟ لدينا مجموعة من الحدود ونستطيع استخدامها حسب احتياجنا فيوجد لدينا حد سفلي وعلوي وأيسر وأيمن ممكن نجعل النص بلا حدود وهو عادة النصوص عادة تكون بلا حدود أو نجعل حدود كاملة على كافة النص أو استخدام أي نوع من الحدود الموجودة لدينا دعونا نفصل بها أكثر لدينا الحد العلوي لو قمنا بتطبيقه وتنفيذه على النص سيتم وضع حد علوي top border بهذه الطريقة لو قمنا بتطبيق الحد السفلي أو bottom border سيتم وضع خط أو حد للنص الذي قمنا بتحديده بهذه الطريقة لو قمنا بتطبيق بلا حدود سيكون النص مثل ما هو مكتوب أساساً وعادةً no borders لا يوجد أي حدود الحدود الخارجية وهي يقصد بها المربع وهي outside borders والحدود الحد الأيمن وضع خط بالقرب أو على يمين النص أو حد أيسر بوضع خط أو حد يسار في يسار النص طيب هل يمكن إضافة حدود أفقية بين الفقرات؟ نعم نستطيع أن نقوم بإضافة حدود أفقية بين الفقرات إذا قمنا بتحديد أكثر من فقرة طيب تدريب صل بين نتيجة والزر المستخدم سأقوم بعمل تنسيقات وأنت طالب أو يا طالبة حددي لي ماذا قمت أو ماذا طبقت على المستند نفترض أني قمت بكتابة النص الأول أيهما مناسب أو في التنسيق أو في تطبيق التنسيق أيهما مناسب لما فعلته؟ أحسنتم استخدمنا الشكل الأخير قمنا أولا بتحديد النص ثم ملأنا النص بلون أزرق ثم اخترنا الحد السفلي والحد العلوي فقط أحسنتم طيب الشكل الثاني لحظوا النص الرياض موجود بشكل ويوجد حدود أحسنتم قمنا بتحديد النص وقمنا بعمل تمييز وقلم الهاي لايت الخاص بالنص بالإضافة إلى ملء للنون بالإضافة أننا قمنا باستخدام حدود خارجية طيب الشكل الثالث أي التنسيقات تنطبق على الشكل أو على النص الذي قمنا بتطبيق التنسيق عليه أحسنتم الشكل الأول هو أكثر مناسب باعتبار أنه يوجد حدود خارجية ويوجد تحديد للنص بالإضافة إلى ملء لللون طيب أخيرا الرياض وضعنا تاريخ وهو المتبقي لدينا طبعا لا يوجد حدود مجرد أني قمت بتحديد النص ثم قمت بعمل تضليل أو ملء لون على النص أحسنتم طيب دعونا نأتي إلى درسنا اليوم ونسأل سؤال هل يوجد برنامج لكتابة النصوص غير برنامج مايكروسوفت وورد؟ أحسنتم نعم يوجد لدينا أداء برامج أخرى نستطيع من خلالها أن نقوم باستخدامها لكتابة النصوص فإذا درسنا اليوم سيكون لسن 5 برامج أخرى وهو عبارة عن الدرس الخاص بالوحدة الثانية ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ سنتعلم في درسنا اليوم بإذن الله ونتعرف على برامج أخرى تمنحنا أو تعطينا القدرة على كتابة المستندات ومعالجة النصوص طبعا أول برنامج من البرامج وهو برنامج الـ Library Office Writer وهذا البرنامج يعتبر من البرامج المرخصة أو المجانية والتي نستطيع من خلالها تحميلها على الجهاز بدون أي رسوم مالية وهي برامج حرة طبعا نلاحظ أن أغلب البرامج لديها بيئة عمل مشتركة فنجد أن أغلب مثل الـ Library Office Writer جميعها تقريبا نفس الـ B أو نفس الواجهة ونفس الأيقونات والأدوات والأوامر وأشرطة الأدوات فهذا يعني إذا تعلمت على برنامج واحد تستطيع التعامل وتستطيع استخدام أي برنامج فلن يكون من الصعب عليك استخدام أي برنامج آخر فنجد أن شريط الأدوات والأيقونات التي تحتويها كل من Microsoft Word وال Library Office Writer جميعها متشابحة إلى بشكل كبير نلاحظ الواجهة الخاصة بالـ Library Office Writer نلاحظ تقريبا مشابهة كثيرا بـ Microsoft Word نجد فيها النسخ، نجد فيها القص واللسخ، والفرشاة، نسخ التنسيق فجميع تقريبا أغلب الأدوات موجودة في الـ Microsoft Word ولو تمعنا النظر وركزنا، سنجدنا فعلا جدا شبيهة ببرنامج Microsoft Word طيب، ما هو نظام تشغيل أجهزة أبل؟ أحسنتم، الـ iOS يعتبر هو نظام التشغيل التي تعمل على أجهزة أبل فأيضا أبل أو الـ iOS قامت بوضع برنامج خاص بها أو خاص بمعالجة النصوص وهو الـ Apple Pages for iOS طبعا يحتوي شريط أدوات الصفحات على الإزرار الرئيسية والأساسية فنجد أنه إذا قمنا بتحميل البرنامج على أجهزتنا الأبل أو التي أو الآيفون نستطيع أن نجد البرنامج ونستطيع معالجة وكتابة النصوص باستخدام هذا البرنامج يوجد به شريط رئيسي نفس الطريقة إلى حد ما، الواجهة قريبة وشبيهة بواجهة Microsoft Word أخيرا لدينا، اللي هو نظام أو ما هو نظام التشغيل الأجهزة الذكية التي أو التي تعتبر خاصة بشركة جوجل؟ أحسنتم الأندرويد أو جوجل أندرويد هو يعتبر النظام التشغيل الذي تعمل على أجهزات خاصة بشركة جوجل أيضا أطلقت برنامج خاص لكتابة النصوص، أطلقت عليه مسمى Docs to go for Google Android هذا البرنامج إلى حد ما تقريبا يختلف عن البرامج الأخرى، ولكن يمكنك العذور على نفس الخيارات فنجد هذه الواجهة الخاصة بـ Docs to go for Google Android نجد التنسيق ممكن أن نقوم بعمل عدة خطوات حتى ندخل على الخيار الذي نريد تطبيقه على النص وفي الختام دعونا نتعرف على ما هي أهم المصطلحات التي درسناها في هذه الوحدة لدينا أولا المصطلحات المحاذاة، ماذا نطلق عليها باللغة الإنجليزية؟ أحسنتم الالاينمنت أو الالاين طيب البوردر أحسنتم حدود وهي يتم تطبيقها وتنفيذها على تنسيق محاذاة النص طيب الكورسر هو عبارة عن ماذا؟ مصطلح بالإنجليزي نفهم أنه ماذا؟ هذه صورة خاصة في الكورسر أحسنتم المؤشر الخاص بالفأرة طيب الضبط أو أحسنتم الجستفاي أو الضبط هو يعتبر نوع من أنواع محاذاة أو ضبط محاذاة النص طيب حفظ باسم مصطلحها باللغة الإنجليزية أحسنتم السيف أعز ويوجد أيضا زر حتى نقوم بعملية الحفظ السريعة طيب الدليت ماذا نقصد بكلمة دليت؟ أحسنتم يقصد بها حدث النص المحدد واختصارات المفاتيح ما هو مصطلحها باللغة الإنجليزية؟ أحسنتم الشورت كيز وهي يتم استخدامها إذا أردنا الضغط على كنترول والمفتاح هذه كلها جميعها تعتبر اختصارات للمفاتيح طيب الشيدينج يعتبر ماذا؟ أو نقصد به ماذا؟ أحسنتم التضليل والخط والخطوط الدائمة التي نقوم باستخدامها حتى نحدد نغير نوع الخط نطلق عليه مسمى أحسنتم الفونت والأسهم التي نحتاجها عند كتابة أو رسم الأشكال التلقائية أحسنتم الأرز والهايلايت هي عبارة عن ماذا؟ نوع من أنواع تطبيق تنسيقات النص أحسنتم الهايلايت أو التي هي التمييز النص المشدود وهي نوع من أنواع الضبط أيضاً أحسنتم التايت وتعتبر نوع من أنواع محاذاة النص طيب الالتفاف عندما درسنا الصور رأينا إذا قمنا بدمج نص مع الصورة نحتاج إلى عمل التفاف للنص ماذا نطلق على هذا المصطلح؟ أحسنتم الرب تيكست يعتبر نوع من أنواع التنسيقات التي نقوم بعملها أثناء استخدام الصور والبولد يقصد به أحسنتم الخط العريض أو الغامق عند تطبيق التنسيق على النص دعونا نحل تدريبات خاصة بالعملي اكتب النص التالي ونسقه على حاسبك نفترض أني قمت بكتابة هذا النص ونريد أن نقوم بتطبيقه على الحاسب أو باستخدام الورد طبعاً نفتح البرنامج نقوم بفتح البرنامج نذهب إلى قائمة ملف في البداية نقوم باختيار جديد للبدء بمستند فارغ جديد ثم نضغط ونقوم بكتابة النص نفترض أن نقوم بكتابته ونريد الآن إجراء التنسيقات الخاصة على النص نجد في البداية النص من الشريط الرئيسي أقوم باختيار المجموعة الفقرة أقوم باختيار الحدود حتى نقوم بوضع العنوان في حدود في كافة الحدود ووضع لون أخضر مثل ما هو موجود في التطبيق طبعاً تغيير لون النص إلى اللون الأبيض من مجموعة الخط أقوم باختيار اللون الأبيض وبعدها أختار الخط العريض حتى يجعل الخط أكثر غامق ونقوم بتوسيط العنوان إلى الوسط من خلال مجموعة الفقرة الموجودة في الشريط الرئيسي طيب بعدها نريد الآن وضع اللي هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يرحم الناس لا يرحمه الله طبعاً نعدل الأخطاء الإملائية نقوم بعمل تدقيق إملائي بالضغط على الزر الفارة الأيمن واختيار الكلمة الصحيحة إذا لم أجدها أنا أعرف تعديلها أقوم باستخدام مراجعة من خلال علامة التويب المراجعة ثم عمل تدقيق إملائي وأقوم بتعديلها وتغييرها من خلال القائمة التي يظهرها يطلعها لنا برنامج معالج النصوص ثم نقوم بتعديلها بالكلمة الصحيحة وبهذه الطريقة نريد الآن نقوم بتضليل النص أو الحديث واستخدام تطبيق الخط الغامق على النص فنقوم بالتحديد باستخدام الفأرة ثم نذهب إلى الشريط الرئيسي من مجموعة الخط نقوم باختيار البولد أو الخط العريض فنقوم بهذا طبعا نستطيع زيادة حجم الخط من خلال الذهاب إلى قائمة رقم أو حجم الخط فنقوم بتغييره بهذه الطريقة طبعا بعد ما انتهينا لا ننسى أن نقوم بماذا؟ نستطيع أيضا ممكن أن نقوم بعمل تباعد إذا أردنا تباعد للأسطر بمقدار سطر أو سطر ونصف حسب ما نراه مناسب وجميل طبعا آخر الخطوة هي خطوة الحفظ من قائمة ملف نذهب إلى حفظ نختار مجلد مثلا المستندات نكتب اسم الملف له معنى بالمحتويات الملف ثم نضغط على زر حفظ طبعا استخدام الحاسب يحتاج إلى تدريب وإلى ممارسة مستمرة حتى تحصل على الاحترافية والاختصاص في هذا المجال وهو ليس فقط دراسة نظرية ماذا تعلمنا في درسنا اليوم؟ تعرفنا على برامج أخرى تمنح لنا القدرة على كتابة النصوص ومعالجتها وتنسيقها باستخدام تلك البرامج أشكر لكم حسن متابعتكم عزائي الطلاب وعزيزات الطالبات وتمنياتي لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته